ملخص كتاب الجسيم في نهاية الكون البحث عن هيكز واكتشاف عالم جديد اسم الكاتب شون كارل بصوت علي شاهن في تفسير نشأة الكون وضع علماء الفيزياء وحتى الفلاسفة الكثير من التفاسير والنظريات كان أغلبها ينص على أن الكون نشأ إثرات صادم جسيمين متناهية صغر في الفراغ تحت ضغط عال وحرارة أعلى من حرارة آلاف الشموس معا لم يقف العلماء عند هذه النظريات السردية بل حاولوا جهدين بناء أجهزة تقوم بذات العملية التي تقوم على تسريع حركة البروتونات داخلها لتصل سرعة الضوء بطاقة عالية جدا حتى تتصادم ليتمكنوا من فهم كيفية نشأة هذا الكون بالضبط كان أول جهاز أنشئ لهذا الغرض هو مصادم الهادرونات العملاق ترأس تلك العملية العالمة جو آني هويت التي أتمت في عام 2008 تذكر آني أنها لم تعش لحظة تاريخية كتلك من قبل فقد عملت على هذا المشروع لخمسة وعشرين عاما ولم تفقد الأمل للحظة في حلمها فيزياء الجسيمات والنظريات الجديدة تعتبر نظرية النموذج القياسي أحد أهم النظريات في فيزياء الجسيمات فقد اكتملت هذه النظرية عام 1970 وهي نظرية في الجسيمات غير الذرية واليجلونز والبروتونات والجسيمات الكونية الأساسية وبقيت غير مغلوبة لعقود وأجيال من الفيزيائيين يتناقلونها ويقومون بتدريسها حتى توصل العلماء إلى مصادم الهادرونات العملاق الذي كان عبارة عن ثورة علمية بحد ذاتها لم يتجرأ الكثير من العلماء على الحلم بمقدار الطاقة التي يمكن توليدها على جهاز على الأرض ويعمل عمل الكون وتعرف الطاقة التي يولدها المصادم بالتفاعل الضعيف تعد أرض الليغو التي توجد في كاليفورنيا وحاليا في دبي أحد الأمثلة الشهيرة على نظريات نشأة الكون فهي قطع صغيرة تمت توأمتها لتتلاسق ببعضها البعض مشكلة جسيمات أكبر يكمن الفرق الوحيد بأن حجم الذرات أصغر ببلايين المرات لكن المبدأ واحد لكن هل تسألت فيما إذا كانت المادة هي نفسها الذرة؟ هذا كان محور بحث العلماء لألاف الأعوام والعقود وقد بدت لهم فيه الحقيقة كالكذبة حيث إن الأشياء تتكون من الذرات لكنها لا تحمل ذات الخصائص الفيزيائية فالماء يتكون من الذرات لكنه سائل وشفاف والحديد والبلاستيك يتكونان من الذرات لكنهما صلبان نسبياً وهكذا دواليك إن هناك خمسة عناصر لطالما اقترحها فلاسفة العصور القديمة من المألوف لك أن تقرأ عن النار والماء والهواء والأرض كالعناصر الأساسية المكونة للأشياء حولنا لكن هناك عنصر مهضوم حقه في الذكر وهو الأثير الذي اعتقد الفلاسفة القدماء أنه يتوسطهم ويعطي لكل منهم قوته واستمراريته للبقاء والاندماج مع العناصر الأخرى ويعد ديمقريطس أحد أبرز الفلاسفة الذين أشاروا إلى تكون الأجسام من جسيمات متناهية الصغر والدقة تدعى الذرات وبقيت كذلك حتى أشار إليها جون دالتن عام 1800 وهو كيميائي كان يعمل على تحديد مكونات الأشياء الكيميائية والذي تبين له فيما بعد أن الجسيمات غير الذرية والإلكترونات هي الذرات وأن هناك 12 نوعاً مختلفاً منها ولها قدرة تحمل معينة وهو أيضاً ما أشار له ديمقريطس بالمكون غير المرئي للأشياء أما في عصرنا هذا فتسمى بالجسيمات الأساسية لطالما اعتبرت نظرية النموذج القياسي نظرية خالية من العيوب حتى جاء بيتر هيغز بنظريته هيغز بوزن عام 1960 اعتقد بعض العلماء أن النظريتين متشابهتان تماماً وأن هيغز بوزن غير مميزة إلى أن اتضح لهم عكس ذلك تماماً حيث إنها تقترح قدرة مختلفة لحمل هذه الجسيمات في الكون غير التي تقترحها نظرية النموذج القياسي بالواقع لقد حاولوا وضع الكثير من النظريات المشابهة إلى جانب النموذج القياسي لكن لم يعطي أي من هذه النظريات نتائج مرضية على عكس هيغز التي عملت بشكل ممتاز إلى جانب النموذج القياسي رغم أنها تعرف كأكثر النظريات فوضوية يعتبر الفضول المحركة الأساسية للبحث في شتى العلوم بما أننا نولد بملكات التفكير بحيث أن كل الأطفال يقومون بالسؤال عن أمور كثيرة التي بحث العلم وما زال يبحث فيها وفي هذا يضرب المثل في قول العالم مايكل فارداي وهو أول رواد العلم الحديث في عام 1831 وله اكتشافاته في الكهرومغناطيسية بينما أنه كان السبب في تسخير الكهرباء لصالح البشرية واكتشاف أسس عملها إلا أنه عندما سئل عن الفائدة من اكتشافاته أجاب بأنه لا يدري ولكن لابد للحكومة أن تجد منها فائدة في المستقبل إن أحد النظريات التي تطبق بشكل كبير في أيامنا هي نظرية أينشتاين النسبية التي يتم استخدامها بشكل أساسي في أنظمة الملاحة الإلكترونية كGoogle Navigation Systems التي تستخدم تطبيقاتها بالهواتف المحمولة وأنظمة السيارات الحالية لكن لعلماء أمثال علماء فيزياء الجسيمات فهذه التطبيقات التكنولوجية ليست أكثر من قطعة حلوة تتناولها بعد الإنجاز العظيم والنظريات التي تغير مجر التاريخ فنظرية مثل النظرية النسبية قلبت كل موازين العلم عندما نشرها أينشتاين ولم يعود العالم كما كان في السابق وكذلك الحال بالنسبة لنظرية الجاذبية وكذلك بالنسبة للهيغز بوزون التي تم التأكد من وجودها عن طريق المصادم العملاق ولو بشكل طفيف حيث إن المصادم لم يكن المشروع الوحيد الذي نهج اكتشاف البوزون هل هناك جسيمات مفضلة لدى الإله؟ هذا ما نصت عليه أحدى نظريات ليون لادرمن وهو فيزيائي حصل على أحدى جوائز نوبل عام 1988 لاكتشافه أنواع متعددة من النيوترونات لا يذكر في إنجازاته هذا وحده فلديه الكثير منها في مجال فيزياء الجسيمات وخصوصا اكتشافه لنوع جديد من الجسيمات غير الذرية ولكن هناك نظرية لم يستطع التراجع عنها قط رغم كل فضائله في فيزياء الجسيمات وهي نظرية الجسيم الإله أو هكذا سماها مشيرا إلى هيجز بوزون كثير من العلماء لم يحبذوا الفكرة ووجدوها مزعجة حتى بيتر هيجز نفسه وجدها كذلك على عكس الصحافة والصحف العلمية التي وجدتها مرغوبة ومحببة خصوصا لما تعطيه من نبرة دينية رائجة لدى الناس لم يكن ذلك لأن هذا هو الاسم الأدق بل بالنسبة لعالم فالأمور أوضح وربما أعمق من مجرد اسم على عكس بسطاء المعرفة من الناس الذين سيجدون اسم هيجز بوزون غامضا نوعا ما واسم الجسيم الإله مفهوما وقابلا للاستيعاب أكثر خصوصا أن قدرة الإله شيء معروف تماما الدين والعلم بالنسبة لكثير من علماء الفيزياء نقيضان لا يجتمعان فغالبا لا يجد علماء الفيزياء إجاباتهم بالدين مما يجعلهم مشككين فيه ويميلون إلى فكرة بماذا يفكر الله إن وجد قلة بل ندرة من العلماء اشتهروا بوجود توجهات دينية لهم إنما نيوتن كان له رأي معاكس فقد اشتهر بأن له توجهات ومعتقدات دينية واضحة مما عرف عن نيوتن أنه من أعظم العلماء على مر العصور بل جرت بعض المناوشات لتصنيفه الأعظم على الإطلاق كان يقضي نصف وقته في النظر والبحث بالفيزياء والنصف الآخر في تحليل الإنجيل وهناك عالم الكونيات جورجس لايمتر صاحب نظرية الذرة البدائية والتي تعرف الآن بنظرية الانفجار العظيم على عكس علماء أيامنا هذه الذين يجدون فكرة الإله غير مقنعة حتى نظرياً وذلك باعتبار أن الكون لا توجد له أي قدرة خارقة وكل ما حصل كان بفعل قوة مؤثرة الذرات والجسيمات نحن كبشر كثيراً ما نشعر وكأننا مكلفون في كل شيء في هذا الكون وأننا مرتبطون بالحقائق أو أن الحقائق مرتبطة بنا غافلين تماماً أن الأشياء تتكون من جسيمات دقيقة جداً لكن حتى هذه الجسيمات تتكون من جسيمات أصغر وبمجرد تعريض الجسيمات الأكبر لطاقة عالية جداً فإنها تصبح قابلة للانشطار قد يبدو هذا الأمر معقداً قليلاً لكن كما ذكر سابقاً هذه الجسيمات لها 12 نوعاً مختلفاً تنقسم لمجموعتين وتتألف كل منها من 6 جسيمات غير ذرية والتي تستطيع التجاوب للطاقة النووية والليبتون الذي لا يستشعرها على الإطلاق نموذج بوهر تيمناً بنيلز بوهر هو الأنموذج للجسيمات التي كنا نراها منذ الصغر في الكتب المدرسية وأفلام الكرتون للذرة وفيه مركز ومدارات للإلكترونات أثبت العلم الحديث أن الإلكترونات على عكس كل ما تشربناه من علم في المدارس فلا تدور في مدارات لأنها لا تملك مكاناً محدداً ولا تسارع إنما تتمركز أو تطفو في غيوم احتمالية تسمى الموجات الوظيفية حسب فيزياء الكم ونظرياتها الجديدة هذه الغيوم تخبرنا بمكان الجسيمات بالضبط حسب الاحتمالية أثناء البحث فيها لكن الأنموذج الذي قدم لنا ليس بهذا السوء أيضاً حيث إنه كان يقدم لنا النواة بالمنتصف والإلكترونات تتمركز حولها وهو بحد ذاته إنجاز حيث إن 99% من وزن الذرة يتمركز في النواة وهي تتكون من النيوترونات والبروتونات ويعد نيوترون أثقلهم وزننه تبقى الإلكترونات مشدودة نحو البروتونات عن طريق الطاقة الكهرومغناطيسية والتي تفوق الجاذبية بأضعاف مضاعفة تختلف الجاذبية عن الطاقة الكهرومغناطيسية حيث إن الكهرومغناطيسية تعتمد شحنة الأجسام على عكس الجاذبية التي تعتمد كتلتها وبعض الأمور الأخرى بالنسبة للكهرومغناطيسية فإن الجاذبية بسيطة جداً فمثلاً شحنة النيوترونات محيدة تماماً ولذلك ليس بينها وبين الإلكترونات أي قدرة على عكس الجسيمات التي تتنافر إذا كانت شحنتها متشابهة وتتجاذب إذا كانت مختلفة بينما تنجذب الإلكترونات للبروتونات كل هذا يخلق سؤالاً واحداً في مخيلتك الآن كيف يستمرون بالطفو بذات الحيز؟ الجواب أن النيوترونات لا تشعر بالطاقة الكهرومغناطيسية والإلكترونات لا تتأثر بالقوى النووية لكن كل من البروتونات والإلكترونات يشعران بها ولذلك نستطيع دمجهما معاً للحصول على نواة ذرية لكن إذا زاد حجم هذه النواة فإننا سنحصل على تنافر كهربائي وغالباً سيتحول إلى موجات راديو مما يؤدي لضمح لا للنواة كيف تعمل المسارعات؟ من الاسم تتضح لك آلية العمل فهي تقوم على تسريع حركة الجسيمات بشدة حتى تصل لسرعة معينة ثم تصل مرحلة التصادم هل يكفي هذا لخلق كون؟ أو حتى ثقب أسود؟ كلا فكما ذكرنا سابقاً هذه الجسيمات تحافظ على أماكنها عن طريق شحناتها لكن كانت المفاجأة عندما جرت تجربة على ساعتين وضعتا داخل أحد هذه المسارعات من أجل معرفة الجسيمات الأساسية التي تتكونان منها حتى تحطمتا تماماً ولم تخلقا الجسيمات التي صنعتا منها بل نتج عنهما جسيمات جديدة تماماً لكن كيف تصل هذه المسارعات إلى هذه السرعات من الأساس؟ تعتمد في ذلك على الجسيمات المشحونة والتي تحث بواسطة حقول كهربائية ومغناطسية حيث تعمل الحقول كهربائية على تسارع الجسيمات بينما تبقيها الحقول المغناطسية متحركة بنفس الاتجاه تعتبر الكتلة أيضاً نوعاً من أنواع الطاقة المؤثرة على الأجسام وتعرف أنها أقل مقداراً من الطاقة الخارجية والطبيعة الفيزيائية للجسيمات تستطيع إنشاء جسيمات أثقل من جسيمات أخف وبما أن الكتلة هي نوع من الطاقة فإنه يمكننا قياسها بالفولت ثم مقارنتها بالإلكترون فولت الذي يعادل واحداً بالملايين وهي وحدة صغيرة مقارنة بسواها نوعاً ما فتحول لوحدة الجيجا إلكترون فولت والميجا إلكترون فولت ينطبق ذات الأمر على الحرارة لهذه الجسيمات فيمكن قياسها بذات الويحدة لكن الآن كيف حدث الانفجار العظيم؟ الأمر الذي حفز فضول العلماء فالشمس رغم حرارتها العالية لا تستطيع خلق إلكترون أو بروتون واحد فكان الجواب بالاعتقاد أن حرارة الكون كانت أضعافاً مضاعفة ليحصل أمر كهذا وربما هناك عوالم أو جسيمات خفية بالفعل في الكون لكن كتلتها ثقيلة جداً بحيث لا يمكن لأي من أجهزتنا الحالية التنبؤ بها أو رؤيتها سيرن وهو مختبر توجد فيه مفاعلات نووية والمصادم الشهير تم إنشاء هذا المختبر من قبل 12 دولة أوروبية بعد الحرب العالمية وكان هدفه الأساسي إمداد أوروبا بحاجتها للكهرباء هذا المختبر الذي توسط جينيذ وقام عليه عباقيرة أوروبيون من علماء الفيزياء والذي يعتبر في الوقت الحالي أهم معلم وصرح علمياً في سويسرا يشكل جزءاً مهماً من هويتها فكل جهاز كان يبنى في هذا المختبر كان يمتد عدداً لا بأس به من الكيلومترات أو حتى الأميال تحت الأرض في عام 1989 تم بناء مصادم الإلكترون والبوزيترون العملاق فيه والذي امتد تقريباً لما يقرب من 530 كيلومتراً تحت الأرض قرب الحدود الفرنسية السويسرية وهي نفس المساحة التي تطلبها مصادم الهيدرونات حيث أغلق الثاني وبقي الهيدرونات ليأخذ الحي زين معاً ويمتد لمسافة تقدر بألف كيلومتر تقريباً اقتباس مثل المباني في مدينة الليغو تمثل الطاولات والسيارات والأشجار والأشخاص بعض التنوع المذهل الذي يمكنك تحقيقه من خلال البدء بعدد صغير من القطع البسيطة وتركيبها معاً بطرق متنوعة يبلغ حجم الذرة حوالي 1 تريليون من حجم كتلة الليغو لكن المبدأ ذاته الخاتمة فيزياء الكم ليست بالمجال الممتع أو المفهوم للكثيرين لكنها المجال الأساسي لنشأة الكون وكيفية بدايته إن أردت فهم ذلك حقاً لكن هل هناك فعلاً نهاية لهذا الكون؟ لم يستطع أي من العلماء تنبؤ بذلك من خلال أي نظرية مطروحة على أرض الواقع لكن المطمئن أكثر أن العلم لا نهاية له فدائماً ما يوجد هناك الكثير من العلماء الفضوليين الذين لا زالوا يبحثون ويدرسون ويتنبؤون بأسرار نشأة الكون والكثير الكثير من خباياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر